دلوقتي عقارب الساعة تشير إلى بتاع الساعة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد بوجز الأنباء بصحبة زملتنا لمياء حمدي شكرا لك مصطفى التاع ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان حيث قدم الرئيس السيسي التهنئة للرئيس أردغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة من جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكد على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركية واتفق على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان السيسي وأردغان البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء استقبل الرئيس السيسي المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون لاجئين فليبو جراندي بحضور وزير الخارجية سامح شكري وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي ثمن علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفاوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبدو لها المفاوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين وأكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة وتطرق اللقاء أيضا لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفاوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين واستعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالة النزوح من السودان قال المكتب الأمريكي للشؤون الإفريقية أن السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار والذي تم توقعه في العشرين من مايو الجاري لمدة خمسة أيام وأضف المكتب الأمريكي للشؤون الإفريقية أن التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول أصيب أكثر من ثلاثين عنصرا في قوات حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلنطي في كوسوفو خلال مواجهات مع متظاهرين صرب طلبوا بمنع رؤساء بلدية ألبان منتخبين من تولي مناصبهم وقالت القوة المتعددة الجنسيات إنها تعرضت لهجمات غير مبررة بعدما اشتبك متظاهرون مع الشرطة وحاولوا أن يشقوا طريقهم إلى مبنى حكومي في بلد الزفتشان الشمالية وأدن حلف شمال الأطلنطي بشدة الهجمات على قوته مشددا على وجوب أن يتوقف العنف فورا أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي تجسسي في يونيو المقبل لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها وتهم راي بيونج شول نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية الولايات المتحدة بالقيام بأنشطة تجسس جوي معادية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها وكان مسؤولون يابنيون قد أعلنوا أن بيونج يونج أبلغتهم بأنها ستطلق قمرا إصطناعيا أعتبارا من هذا الأسبوع محذرين من أنهم يعتقدون أن نظام كيم جونج أونج يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستية في تحدي للعقوبات الدولية المفروضة عليه أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفاسكوشا شرق البلاد وذلك بعدما هدد حريق في إحدى الغابات مناطق سكنية قرب مدينة هاليفكس وقالت السلطات أن الحريق ما زال خارجنا تقش السيطرة وفي سنوات الأخيرة تعرض غرب كندا مرارا لظاهرة مناخية متطرفة زادها شدة الاحتباس الحراري رياضيا حقق الأهل فوزا ثمينا على سيراميكا كيلو باترا بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة السابعة والعشرين من الدور الممتاز وأحرز حسين أشحات هدف الأهل الوحيد في الدقيقة السادسة والخمسين من المباراة ورفع الأهل رصيده إلى النقطة الثانية والستين في صدارة جدول ترتيب الدور من الرابعة والعشرين من أربعة وعشرين مباراة بينما توقف رصيد سيراميكا عند النقطة الحادية والثلاثين في المركز الثاني عشر مشاهدينا انتهى موجزة التساعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل